أعرب وزير الخارجية سمح شكري عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الإفريقي والكوميسة بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 وأشاره شكري إلى أن هذا الأمر يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الإقليمياتين والذي عكسه الحرص على إفادة تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام وخلال استقبال رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسة لمتابعة الانتخابات الرئاسية سيبيكوزا كازيبوي وانديرا أكد شكري على الحرص على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان حسن سيري وعمل البعثة المشتركة لمتابعة العملية الانتخابية ومن جانبها أعربت وانديرا عن شكرها للحكومة المصرية على تسهيل مهمتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لها معربة عن تطلعها لقدرة مصر على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من التنمية والتقدم المترجم للقناة